طيب هنتكلم كثيرا عن صفقات النادي الاهلي والزمالك تحديدا يمكن الصفقة الابرز في النادي الاهلي في فضل الانتقالات الصيفية هي اكيد المدرب مارسيل كورر تعاوني نتكلم مع محمد جمال عن صفقات النادي الاهلي صفقات نادي الزمالك وكثير من الامور الفنية طيب محمد شرفت ونورت وكالعادة بتشرف وبتنور مرسوط ان انا معاك ومبروك على السيزن الجديد ويا رب دايما منورك وحيشني واخرك الحمد لله كله بخير زي الفل طيب نبدأ بمين نبدأ بكولر كولر كولر بلعب ازاي لانه طالما هنبتري بصفقات النادي الاهلي فخلينا نقول طبعا شادي حسين وبرونو لتنين جم قبل من الرجل اللي تولى الرسمية لكن برونو خلينا نقول لك ان برونو استعرض في مسؤول النادي الاهلي رأي الرجل يعني في الوقت الحالي مسؤول النادي الاهلي بيدوا خيارات وصاحب القرار الاول هو مرسيل كولر ولكن وقت برونو كان خلاص اقترب النادي الاهلي من حسم الصفقة وكان عمل كل الاتفاقات فبلغة بسيطة ورى برونو سافيو للراجل قالوا له احنا خلاص شبه تعاقدنا مع الراجل ده رأيك في ايه الراجل ادى ابروفل على تواجد برونو سافيو بعد ما شاف شوية حاجات هنتكلم عليها تفصيل لكن شادي حسين الاهلي هو اللي جاوب شادي كان خلاص قبل ما يجي لكن احنا هنشرح هل هو قطعة نقصة فيه فكر مرسيل كولر ولا هيبقى لعيب خارج السيق او خارج النسق هنشرح ده لما نجي نتكلم على مرسيل كولر الاول وازاي بيشتغل مرسيل كولر نبتري بالشكل اللي بيقف بي اي فريق بدربه مرسيل كولر مرسيل كولر سواء ضرب كولن بوخم او منتخب النمسا او بازل في كل الاوقات اللي درب فيها كان بيغير الطريقة اللي عليها المنتخب او النادي اللي موجود فيه لاربعة اتنين تلاتة واحد طبعا بيلعب بطرق تانية لكن دائما بنتكلم على الطريقة الديومنينت او الطريقة الاكسر استخدامة عند مرسيل كولر هي الأربعة اتنين تلاتة واحد ده الشكل هل أربعة اتنين تلاتة واحد بالشكل التقليدي لأ مختلفة شوية إيه الفرق إنه مارس الكولر نبترين نشتغل الحالات وحنا بنشرح على البور مارس الكولر واحد من المدربين اللي بيهتموا قابلت شانلز يعني إيهل التشانلز يعني دايما ما بيدورش على اللعب الكلاسيكي هنا ده الرجل الجناح يروح طالع هنا يفتح اللاين وهنا ده الجناح يفتح اللاين وهنا البلايميكر بيتواجد في زون 14 أو في المنطقة حوالي الـ 18 وهنا رأس الحربة يتواجد في المنطقة دي لأ هو ما بيشتغلش كده الراجل ده الشغل الغالب بتاعه حسب النسق للفريق اللي قدامه يعني إيه؟ يعني إيه نادي الأهل إيه أكبر مشاكله خلال الموسم اللي فاتوا اللي قابلوا عدم القدرة على ضرب التكاتلات الدفاعية خلينا يبصلك هنا على الحالات ونرجع تاني للبورت هنا ده وهو بيدرب بازل مارس الكولر بيدرب بازل بيدور دايما على إيه؟ بيدور دايما على الـ Space على الـ Channel اللي هي فين القرى ديها تسقط فين بعد كده؟ القرى ديها تسقط ما بين الـ Center Pack اللي طالع لبرة ده عشان يضرب التسلل وما بين الراجل البكليفت اللي فاتح الملعب على إيه؟ أدي الأولى عدي اللي بعدين نفس النسق هتلاقي دايما بيدور على فين؟ على الـ Channel دايما بيحاول يخلق الـ Channel من خلال مين؟ من خلال الـ Inside Wingers بيعتمد عليهم فاكرة كريم لما كنا نتكلم على 4-3-3 بتاعة كارلوس كيروش وكنا بنقول ليه هو بيعتمد على عمر مارموش وتسألنا ليه ما كانش شادي حسين بيروح المنتخب لأنه مناسب قول دي لأنه شادي بيلعب اللي اتنين شادي هو راس حربة لما نيجي نتكلم على شادي تحديدا بعد ما نخلص حالات كولر نروح ليه الحالة اللي بعديها لمارسل كولر مع بازل نفس الـ Sequence مين اللي نازل تحت ده كريم؟ ده لسترايكر هتلاقي دول الجناحين الجناح اليمين جاي نازل داخل سنتر فيرويد والجناح الشمال مكمل رايح برضو في التشانل اللي هو خلقها من خلال اللعب المباشر فالرجل ده بيشتغل ازاي بيشتغل ب4-2-3-1 لكن بشكل اكثر ديناميكية يعني اكثر حركية دايما مش مثبت اللعيبة فاتحين الملعب على اخره علشان اشتغل بالشكل الطبيعي هنا هيقول لك الشكل ده واحنا بنتكلم خلال شرح الحالات بتاعة شادي حسين وبرونو صافيو اللعيبة دي مناسبة للشكل ده ولا فيه لعيبة تانية جوا النادي الاهلي تبقى اكثر مناسبة تعالا نخش على الحالات شادي حسين نخش على شادي بعد مارسي الكولر ورناها دي كانت اخر حاجة برضو بيدرب هنا في التشانل خالق التشانل او خالق ممر دايما في الاسبايس ما بيعتمتش على شكل معين علشان كده لما نيجي بقى في حينه بعدين نتكلم دور العبرة 8 في الفكر بتاع مارسي الكولر لانه مهمين جدا لكن نرجع تاني نروح بقى على شادي حسين نروح لشادي حسين صفقة النادي دي اركان شادي حسين بيلعب فيه ليه جايب التأسيمة دي ليه عامليني التأسيمة دي هنا بنقول شادي حسين ناس كتير سألت على شادي وبرونو تحديدا الاتنين بيلعبوا في مكانين هم جايين يلعبوا فراودة مهاجم صريح ولا جايين يلعبوا على الاطراف هنا عشان كرة شرحنا كولر الاول قلنا هو بيعتمد على الاجناحة تعمل ايه فهنا هنلاقي شادي بيلعب في مكانين ما لهمش تالت او اماكن توجد بشكل مكسف الاكثر الاكثر مؤثر جدا في السنتر فرود لكن المكان اللي ظهر فيه بشكل كبير جدا هو فيه هو الجناح الايصر الجناح الايصر اللي بزغ فيه نجم شادي السيزن اللي فات مش بس عشان ارقام الارقام تكاد تكون متساوية ما بين الفرود ما بين الجناح الشمال سجل ست اهداف من الفرود وخمس اهداف من الجناح الشمال لكن لكن تأثير شادي كجناح يلعب لعبه مباشر اول كلمة وطلعك على مارستر كولر هو خبير في اللعب المباشر ازاي يوصل للجول ازاي يبقى لعيبة عندها قرارات مختلفة وحلول طول الحلقة هتني بقولك شادي وبرون حلول اللي انا فهمت الوقت انه شادي حسين مع برون هيلعب جناح اه صح كده هيلعب جناح اقرب منه جناح طبعا بطريقة الراجل بطريقة الراجل لان هو بيدور على الأجنحة كده وخليني اقولك مثال تفضل لعيب قبل ما يجيله كان بيلعب فرود ولما راح هو اشتغل معي في منتخب النمسا غير الـ قبل ما يبزغ نغمه روح الدوري انجليزي ماركو ارناوتو فيتش طبعا البنيان كله والشغل كله ماركو ارناوتو فيتش قبل كولر كان لسه الراجل بيبزغ نغمه لسه طالع كان بيلعب سترايكر الراجل دا دي لغير له مكانه خالص لعب جناح وكمل مسيرته بعد كده حتى بعد ما ماشي مارسي الكولر حتى لما راح وسط عامه راح البريمير ليج اشتغل في الجناح فهو الراجل بيدور على الجناحة عندها قدرات بدنية وحلول وحلول وقرارات قدرات بدنية وحلول وقرارات فنروح لشادي ونستعرض شادي نمشي بقى الحالات بتاعت شادي كده تواليا عشان نشرح قصة الـ والممرات اللي الراجل بيدور عليها وليه شادي هو واحد من القطع النقصة اللي أكيد حتى لو الأهل ما كانش يجاب شادي حسين كان يستهدفها مارسي الكولر نوع يطلب شادي حسين كمل الحالة دي هنا حل فردي وخلني أقولك رقم مهم جدا لشادي حسين شادي حسين واحد من المهاجمين لو صنفناك كمهاجم واحد من المهاجمين اللي عندهم معدل مراوغات 1.9 في المباراة يعني عنده مراوغتين ناجحتين في كل مباراة رقمين مهمين هتلاقيني بتكلم على شادي حسين فيه واحد المراوغات فقدر أقول عليه بلغة الكرة مهاجم مهاري مهاجم مهاري رقم واحد رقم اتنين التصيبات لما انجلها فهنا رجع معليش الفريم اللي فات هنا لما تيجي تبص على الصورة هنا القرار صعب لأن الزاوية مقفولة عليه عمل ايه فتح لنفسه قدر انه هو يفتح زاوية تصويب وخلي بالك هنا الهدف بالرجل الايه اليومنا نروح للجل اللي بعده او الفريم اللي بعده هنا قبل الهدف التحرك بص شادي هنا فين ابن عاليش رجع لفريم اللي فات فريم واحد انا هيمن التحرك انا مش مهم الجول هيمن التحرك هنا شادي فين فتح فين يا كريم على الجناح على الجناح دايسر هيخش يكمل فين كمل بقى الفريمات اللي بعدها سريعا لحد ما يعمل التصويب اللي بعده حجز دخل كمل بص بقى القرار القرار دخل بعد ما حجز ومنع المدافع تماما انه هو يوصل للكور اعمل ايه الاولى لانه يوصل لك هو صوب بايه باليومنا هنا تصويبه باليسر في الزاوية الدايقة خل بالك والدايقة اصعب كتير طبعا يعني هولا هيصوب بعكس رجله فيصوب على البعيدة طبعا علشان عشان يبقى عنده الزاوية مفتوحة اكتر ونسبة الدقة صح حتى لو مش عالية تدخل صح الفريم اللي بعده او الحالة اللي بعدها هنا مين اللعيب اللي نازل تحت ده يا كريم شادي حسين راجل جناح نازل في وسط الملعب كمّل الفريم اللي بعده هو فين ارجع بك تادي ارجع اني واحد فيه اللي الكورة طلعت منه اخر لعيب اخر لعيب في سيراميكا اللي لعيب ملتحم معاه ماشي اللي لعيب ملتحم معاه كمّل عظيم فريم اللي بعده فريم اللي بعده اللي بعده ده اخر واحد طيب اه خش على الحل اللي بعد إياه خش على الحل اللي بعد إياه طيب طيب نرجع نتكلم على شادي تاني عبال ما ببيت الحالات تجهز ماشي فشادي ايه مقومات شادي؟ شادي جناح جناح ومهاجم بيقدر يلعب الاتنين لكن مع مارس الكولر شادي بيلعب لعبه مباشر يعني ايه؟ شادي مش صانع ألعب شادي صانع فيما سرته مع نادي سيروميكا ست أهداف فقط لا غير منهم أربعة السيزن اللي فات شادي حسين لعب بيلعب مباشر عنده لما تيجي يجهز بقية الفيديو أو يجهز بقية الحالات أجيب لك بقى النقطة الميزة التانية في شادي حسين حانا نتكلمنا على القرار التواجد التصويبات طيب قولين ميزة التانية عشان لو الحالات مش جاهز معنا التصويبات التصويبات شادي حسين مصوب جيد جدا باليمنى باليسرى من جوه الـ 18 من خارج الـ 18 وهدفه الشهير في المقاولين في 43 أو 44 يارضة من وسط الملعب برجل اليمنى ليه هدف مماس هدفين وراء بعد في الجولتين الأخيرين اللي الدوري بالقدم اليسرى اتنين من الأحلى هدف الدوري بالقدم اليسرى تصويبتين بشكل دقيق جدا جدا فهنا هو الراجل مصوب جيد جدا باليمنى مصوب جيد جدا باليسرى فخلق القرار عند مارسل كولر انه انه استخدم العيد بيقدر ينزل يشتغل في وسط الملعب بيشتغل على الجناح يقدر يخلق اليسرى مصوب جيد عنده القرار وعنده حلول ايه اخر حاجة عشان نقفل الكلام على شدي حسين عشان ماخدش وقت أطول من كده نصيحة صويرة هنقولها دايما لكل العيد نصيحة صويرة شدي حسين فيه مميزات كتير جدا لكن من ضمن الحاجات اللي لازم يشتغل عليها هي الفعالية في الانتكت يعني ايه الانتكت يعني في القراط السهلة في الانفراضات في القراط القريبة من المرمى محتاج يزود الفعالية وده اكيد المدير الفني لازم يخب بالي منه ويشتغل عليها لما يتواجد فيه اماكن الخطورة لانه دايما هو بيسمع الخطورة نفسه نروح بقى ليه برونو سافيو برونو سافيو برونو سافيو برونو سافيو الصفقة الجديدة رأيك ايه؟ نوع اخر من الحلول نوع اخر من الحلول نوع مهم بالنسبة للنادي الاهل من الحلول بيشترك مع شدي حسين في حاجة عشان نربط الاتنين ببعض مصوب ماهر جدا جدا لكنه بالقدم اليومنا فقط مصوب ماهر جدا دايما الامريكي نتكلم يا كريم بنقول ان التصويت بيحتاج مساحة لأ برونو سافيو بيحتاجش مساحة برونو سافيو بيحتاجش مساحة برونو سافيو بيشترك من تحت الرجل في دايما كو احنا صغرين كده كده بيلعب فين بقى يعني وردين هنا بيلعب برونو سافيو برونو سافيو بيتواجد في منطقة بيعني احنا قلنا لشادي حسين بيلعب فين بيلعب هنا على الجناح الايسر و بيتواجد فيه l-centereferuit برونو سافيو عكسه بيشترك معاين هو بيلعب هنا راس حربة وهيجب لك الاماكن تمركز هو بيشتغل ازاي في راس الحربة و بيشتغل هنا على الجناح الايمان يعني هو بيشتغل هنا وهنا جناح الايمان وراس حربة عكس شادي حسين اللي بيشتغل جناح ايسر وراس حربة يعني الاتنين مكملين بشغل بعض يقدروا يشتغلوا يعملوا أوفرلاب مع بعض وقت طويل جداً من المباراة مع مهاجم طبعاً طيب ده برونو سافيو ده أماكن تواجد برونو سافيو نجي نتفرج على الحالات لو الحالات جاهزة معنا برونو سافيو نفس القصة جيب أرقام بس بتاع برونو برونو برضو لا أرقام اي أهو أماكن تواجد برونو فين سنتر فيرويد 51 مرة جاب 20 هدف وصنع 6 رايت رايت أو جناح عين 35 مباراة 10 أهداف و7 أسست دول الأماكن الأكثر تواجدة لبرونو سافيو أهم حاجة عند برونو سافيو أهم حاجة عند برونو سافيو القرار والحلول الحلول دايماً عنده حلول أينما تواجد عنده حل أينما تواجد فيه تنوع القرارات في دماغه جاهزة وخد بالك أنه ده يمكن كان أكتر ما ينقص النادي الأهلي الموسمي اللي فات أنه الأهلي كان أحياناً بيوصل كتير للمرمى ولكن اللاعبين ما كانش عندهم حلول جيدة أو كانت الحلول اللي كانوا بيختاروها كانت حلول خاطئة بصاً كريم في الكرة مهما كانت الكواليت بتاعة اللاعب طالما حلوله بقت محدودة سهلة قوي على الكاونتر على الفرقة اللي بتدافع عليك تقفل صح أنا خلاص أعرفت أنت هتعمل كده يا كده وبس ما عندكش حلول تاني ما عندكش التاني كل لما تنوع الحلول يعني من ضمن الحلول وسؤال واضح جداً هل تميز أي من اللاعب النادي الأهلي بالتصويب أي لاعب في الخط الأمامي الموسم الماضي لا هل تميز أي لاعب من اللاعب النادي الأهلي بعدد من المراوغات الناجحة في المباراة كانت نسبته ملحوظة خلال موسم الكامل للنادي الأهلي الإجابة برضو لا ودول أكبر مستين عند برونو سافيو وعند شهد لكن خلينا مع برونو والمشي ايه الهدف ده خلينا ممشي الهدف ده الرجل هنا تواجد فين؟ في الجناح اليمين بيعدي عنده حل عمل الترئيس السريع لأنه هنا خلي بلاك رجعلي تاني معلش لأنه هنا القرار اللاعب مش عارفه وراح شمال ولا راح يمين خد القرار هنا القرار أنه هيعدي واحد على واحد ليه؟ لأنهما موجودين اتنين على تلاتة وفيه العيد مش موجود معنا في الكاد فهما اتنين على أربعة دخل والزاوية قفرت عليه هنا كمل 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 الفينيشينج هاي هوريك الفينيشينج هنا في واحدة أصعب هتيجي بعديها قدام شوية كمل هنا بقى التصويب وقفلي قبل ما يشوت وقف هنا وقف هنا وقف هنا هنا فيها مسيح لكن بص بالسوق الكرة تحت رجله يا كريم الكرة محطش محطش سبيس وراح عشان يشوت الكرة تحت رجله فعلشان يقدر يصوب علشان يقدر يصوب القوة دي من تحت رجله دي ميزة كمل كمل وبص السورف لأن السورف ده بصها بص تلات أربعة لقطات فهي مش والدت الصوت بص اللي بعده وقف اللي بعده وقف بص بص هنا المساحة ديها كريم مساحة قليلة جدا طبعا بص واللعيب قريب منه انتكت معايا كمل كمل هيعمل أنه رايح شمال خش يمين اقفل بقى هنا اقفل قبل ما يشوت بس بص بص التصويب التصويب برضو من تحت رجله بص التصويب هتروح فيه نفس السورف مش هتطلع اللي بعده اللي بعده اللي بعده غيرها دي غيرها بصها كريمت هتحس ان هم ما عنازش رجع تاني رجع تاني بصها كريمت الهدف اللي احنا شرحنا لي قابله ده غير الهدف ده طبعا هثنين كافي بيست هثنين بنفس المباراة بنفس الطريقة طبعا ده بيقولك ايه حول نفس المباراة الطريقة على نفس المدافعة نفس المكان والنفس الزاوية اللعيب عارف انه هيروح كدة ومع ذلك حenciه حطها تحت رجلق اهو ده الهدف اللي فات بص اللي بعدين. نفس المباراة. نفس اللعب. بنفس الطريقة. نفس السورف جوك. اللي بعده. اللي بعده. مباراة تانية خالص. يلا كم. 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 نفس السورف. كمل تاني. كمل تاني. كمل تاني. وقف. وقف هنا. وقف. بص رجع. احنا في كله اللي فات كان بيعمل الفنتو انه رايح شمال. انه رايح شمال. وروح داخل يمين عادل على يمينه عشان يشوت. هنا القرار مختلف. ماشي بقى. يلا. ماشي. ماشي خد فرماتك بسرعة. ماشي. 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 بص بص يا كريم. هاي. تصويب هو مفاجأة. تصويب من تحت الرجل برضو. مش محتاج مساحة عشان يشوت. كمل. 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 خلاص. نفس نفس التصويب بالزاوية العكسية. اللي بعد. بص. الكرة دي. يمكن الكوالات يضعفها شوية بس. كمل. ايوة. ايوة. الزاوية دي كويسة قوي. كمل. كمل. بص يا كريم. بص يا كريم القرار. القرار. ببطن رجلي فين بقى. والكرة تحت رجله. لا. والكرة تحت رجله. لسورف كله. مستني الرجل ان نحطه له هناك على شماله في الدقيقة. الرجل حطه له. اللي بعده. بص الزاوية. زاوية دقيقة جدا. زاوية دقيقة جدا. بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. مصود ماهر جدا. 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 من المسافات القريبة. يعني هو مش راجل بتاع 40 يار ده. 35 يار ده. هو مصود. نسبة الدقة عنده في التصويبات. عالية جدا جدا. صح. نروح لشادي وبعد كده. عشان نقفل على برونو كمان. بص الكرة دي عشان بس الفينيشنج. انا عارف انه خدنا وقت شوية مع برونو. بصة بصة. صعبة جدا. الراجل نازل وعمل استريتشنج. يحرس المرمة. والرجل بيحطها. بص بصة كريم. صح. موش رجله في مكان صعب جدا عشان يعمل الفينيشنج. فده. دي مميزات برونو سابيو. اللي عشان كده تعاقد معه. حي. احنا هنتكلم كتير عن صفقات الزمالك بكرة وبعده حسب وقتك. طبعا نكمل. طبعا. بس دلوقتي هنستقبل ضيف كريم عزيز آخر. طبعا. طبعا. هشكرك يا جمال شرفت ونوارتك لعادة. حبيبك كده. ودايما مفيد ودايما بنستمتع باراتك. حبيبك كده. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا جمالك. شكرا جزيلا جمالك. شكرا جزيلا جمالك. انا بدأت باللعيبة عشان هو كان لعيب كبير قوي. احيانا بننسى مع الشغل الاعلامي قيمة اللاعب نفسه او قدراته الكبيرة كان لاعب كبير وعظيم الكابتن خايد الغندور وايطا اعلامي رائع جدا ومحترم جدا بعد هزا الفاصل نستقبل كابتن خايد الغندور خليكم معا. شكرا جزيلا.